نعتقد أنه ما تزال في الملعب الآن نحن لدينا باقي ست مباريات هاي ست مبارات نحن على استعداد بخوض الغمار التصريات بالتأكيد كنا حريصين أنه نقدم مبارات كبيرة ما منتخب بيكوري وعلى الأقل أنه نخرج نقطة في هذه المبارات لكن قدر الله وما شاء فعل أنا ما أحب أنه أسمع أنه ثقة الجمهور العراقي تنفقد بمنتخبهم الوطني منتخبهم الوطني ما يزال في صلب المنافسة ويحاجم السيلات عنه ويجب علينا الابتعاد عن كل ما يعكر صف استعدادات منتخب لهذه المباريات المهمة أن تنتظر المبارات المهمة في الجولة القادمة مبارات أمام المنتخب الوردني الشقيق ومبارات أيضا أمام منتخب الأمان وبالتالي علينا الاستعداد إلى بشكل جيد من جميع الجوانب كأساس يملوك ثقة كبيرة وأحنا ويكأساس نملوك ثقة كبيرة وبالتالي أنا ما أريد ما أريد أنه أتكلم بموضوع أنه نتكلم بموضوع والله الناس فقط تدفقهم خلال مبارات لازم يجب أن يعلم الجميع أن هناك عشر مبارات وما يكون فريق راح يقدر يحصل على ثلاثين نقطة في هذه مبارات لذلك صغف الطموحة لأصار بالنسبة لأبناء شعبنا ولكن لعالم الجميع أنه إحنا لا نعمل بكل جيد وأخلاص إحنا هو الكادر تنبيب واللاعبين من أجل أنه تأهل المنطقة بلاني عالكس